تامر حسني يتكفل بعلاج سيدة الرزق الحلال بعد استغاستها ما بحسش بإيدي وهي مصدر شغلي وأكل عيشي نفسي أعمل العملية في صباح كل يوم جديد تستيكز السيدة ريدا المعروفة إعلاميا بسيدة الرزق الحلال وتذهب من بلدتها نهية إلى وسط العاصمة تظل أمام نيران الفرن لتطهو أشهى أنواع الخبز لأحد المطاعم وقبل الحصول على أوت يومها بعدما توفى زوجها وترك لها أولاد وأحفاد باتت هي الأم والأب والجدة والجد لهم تحاول تحقيق أمانيهم بقدر ما استطاعت فبين ليلة وضحاها وتحديدا فجار رمضان المبارك 2021 أصبحت السيدة ريدا المعروفة إعلاميا بسيدة الرزق الحلال حديث الملالين من المصريين بعدما زارت في مقطع فيديو وهي ترفض استلام بعض الأموال كهدية من مزيع الشارع عاقب فوزها في مصابقة معربة عن خفة بشأن حرمانية تلك الأموال إذ لم تعمل أو تشقى بها على حد وصفها متسائلة هي الفلوس دي حلال أصلا أنا مشتغلتش بيها لتتصدر حينها التريند وسط إشادات كبيرة من المتابعين بتعففها وسجياتها التي تعاملت مرت الأعوام ولم يمر الألم على سيدة الرزق الحلال إذ استغاثت عبر الوطن من حاجتها لإجراء عملية جراحية حيث تعاني منذ سنوات من شلل الأطفال أنا ما بحسش بإيدي وهي مصدر شغلي وأكل عيشي نفسي أعمل العملية ونفسي أكون كويسة فعلى رغم من فوزها بالأموال لكنها لم تلتفت لنفسها في المقام الأول لما خدت الفلوس اتبرعت بجزء منها لليتيمة اللي عايزة تتجهز والطفل محتاج حاجة كان أولى مني وقتها وعقب نشر الوطن استغاثت السيدة ريدا المعروفة إعلاميا بسيدة الرزق الحلال استجاب الفنان تامر حسني للأمر استواصل مكتبه بالوطن متههدا بتكفله بعلاج السيدة وأراد التواصل معها لتلبية طلبتها على الفور وجاية السيدة ريدا الشغل الفنان تامر حسني مغربة عن سعادتها وما لها في نجاح العملية خالص أمنيتنا لسيدة الرزق الحلال بالشفاء العاجل عزيزي مشاهد لا تنسى لايك والشراك في القناة مع تفقيل جرس إسراء كل جديد مع عجم الوراء تحياتي وتحيات قصة الثقافة ومعلومة تابعونا